يو 7 باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينس فيفا 20 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهار بسريقين ونهار بسريقين معكم اليوم بقت عجيب من سلسة تحديات الفوتودرافت ورجعنا لتحديات الاندي اللي الناس عم تطلبها كتير بالفترة الأخيرة وعن تحدي نادي ريال مدريد طبعا الفكرة بكل بساطة أنه أي لعب يطلعنا مع ريال مدريد ضرورة جدا أنه نختاره وهذا الكلام بيشمل الآيكون يعني إذا طلع لي مثلا زيدان تمام وطلع لي كرويف فلازم أخذ زيدان لأنه زيدان لعب مع ريال مدريد فالفكرة بسيطة فلا تسعب البداية يضغطكم على لايك واشتركوا بالقناة إذا حبينا نعمل درافت عن برشلونة فوصلوا هذا المقطع 25 ألف لايك إن شاء الله إذا وصل اليوم يعني بتنزلكم إن شاء الله بقضع بعمل برشلونة بكرة أو بعد بكرة لكن إن شاء الله بيوصل 25 ألف لايك فخلونا ما أطوي الأكتر بالكلام وإن شاء الله يطلعنا لعبين ممتازين خاصة الآيكون يزبطونا فيهم هيك فيالله لاتس جو على التشكيلات أيوة أوه أربعة اتنين 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 والله هي ما بعرف لكن بفضل أربعة اتنين 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 الباقي كلهم سيئين يعتبروا طيب مثل ما أن الكلام بيشمال الآيكون مودريتش أوه يا شباب أوه أربعة مريال مدريد من الأولى وات والله شي فخم بصراحة ما توقعت أخذ مودريتش يلا رح أخذ مودريتش مو مشكلة مودريتش ممتاز هازرد لأنه جناح فما له فرصة أنه يلعب أساسي لا طلعوا لي بنزيمة ها هنا عم بحكي بس كريستيانو أوكي يعني هو التحدي مو عن اللعيب السابقين لكن رح أخذ كريستيانو أكيد تحدي عن الآيكون واللعيب الحاليين يا يهو شباب لحد الآن ما في ولا آيكون بالتشكيلة يلا أول آيكون يلا ريكلمي زيدان وعندك زيدان وعندك إيسكو بدر اختار الاثنين لأنه هذا اللعب بريان مدريد وهذاك عمي لعب بريان مدريد لكن أكيد ما رح أخذ إيسكو والله على حساب زيدان فبداية حلوة لغاية الآن يلا السيدين الثاني كاسيميرو مثلا أوكي ما في حدا منهم فمناخد قاتوزو ممتاز جدا بالنسبة لي خلينا نروح على الاحتياط ما في بواحد حالي ولا آيكون في اختار أي لعب بذكية رح أخذ أسباس عشان التناغم بس عشان التناغم يلا يلا لا 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 يطلع لي لعب مريان مدريد أيوة لا يطلع لي فضي مريان مدريد هيك ممتاز بسم الله اللي بعده يا رب آيكون رونالدينيو لا لازم أخذ إيسكو ريكلمي لعب مع برشلونة بس ما لعب مع ريال مدريد ايه أنا بعرف أنه لعب مع برشلونة لكن ما لعب مع ريال مدريد فراح ألي رونالدينيو كمان بالمناسبة لو أني عامل درافت برشلونة هلأ يا الله لكن لازم أخذ إيسكو والله حرام طيب يلا يلا مو مشكلة اللي بعده الحمد لله الحمد لله لأنه في كثير لعبة بيطلعوا لك ضعف لكن روبرتسون خرافي جدا بصراحة أكيد رح أخذ روبرتسون رح السي بي راموس راموس آه أوكي تموري ممتاز لكن بالعادة دائما بيجيني من ريال مدريد راموس أو فاران يعني شي من هالدول كامبل حلو جدا كامبل ما لعب مع أرسنل أنا بعرف أغلب فترته أرسنل توتنهام لكن ما طلع برا إنجلترا يعني آه بيشبك أخضر كفو كفو والله اللي بعده يلا أه أوكي ظاهرة يا جماعة والله أنا شفت بنزيمة قلت لحالي لا الظاهرة لاعب في ريال مدريد فلازم 체 لو ما تختاره هو يا بنزيمة ممتاز 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 الظاهرة رونالدو كريستيانو رونالدو الله على القوة شوفوا يعني خط وسطي وهجومي ناري صار بصراحة اللي بعده هماً ما في حدا بريال مدريد رح أخذ بيس لي مع بعرف إذا كنت رح لعبه بس المفروض أنى ادرافت ريال مدريد يعني تمام ممكن أني خلي قطوزو بس هون تمام مشان كريستيانو يأخذ تناغم كامل اللي بعده يا عرف مافي حدا أخذ أي شي الظهير اليسار يمكن يطلع لي مارسيلو يمكن سميدو يا الله يا جماعة مافي أنا عندي روبرت夤ن على الاحتياط بس كان بدي أحد يشبك على ال؄ قد سميده مشان الدوري الاسباني يعني ونزل روبرتسون اصلي كفو اللي بعده يا رب ايكون علي الكلام توني كروس ممتاز جدا 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 تعال بس انه بطيئة يا الله هي النسخة جدا بطيئة رح نزله مكان اسكو حاليا ماشي اللي بعده كناليس الله ما في حدا علي الكلام ما في حدا انا لسه مخترت حارس هلا يطلع لي كورتو مشكلة ما رح يشبك لانه اوكي بتقدر تختار اي حارس رح اخد لوريس بظن ممتاز الدفاع بقى في فرصة انه يطلع لي راموس فاران يعني غريب والله والله غريب ما طلع لي ولا واحد منهم معقول طيب مين اخد والله ما بعرف كلهم سيئين الظاهر لي مين يمكن يطلع للكارفخال يمكن والله شغلي غريب ما عم يطلع حدا من دبعات ريال مدريد طيب اخد ارنولد ولا وان بيساكا لا بناخد ارنولد ما في مشكله لسه نحنا عنا الاحتياط عناصر يلا يلا طيب يمكن يمكن يجينا شي زيادة غريب غريب جدا غريب طيب ايكون اي ايكون هيك بابي يا الله ما فيه رح اخد ان بابي وخلص بقي لي حارس اللي يجيني كورتو رح ينكبني بصراحة اوكي ما اجاني كورتو التحدي على الايكونات نوت له اللي نفس لعب لانه نحنا عم نعمل الايكونات ولعيب الحالين يعني حتى كريسيانو مو بالضرورة ان يلعبوا تمام فخد ترشتيغن والتشكيلة هيك تعتبر ممتازة لكن لازم انك تنزل اسكوب بشي طريقة فخلونا نضبط التشكيلة وننزل كل عناصر ريال مدريد اساسيين طيب يا جماعة خليت التشكيلة هيك ببداية المباراة رح نزل كروس بس حاليا مشان التناغم خلي قاتوزة فرح ينزل كروس مكانه فبيكون خط وسطي وهجومي كامل تقريبا ما بعرف شو ممكن تعتبر كريسيانو لكن يعتبر اغلبه من لعيبة ريال مدريد فرح ندمد على الظاهرة كتير هو وزيدان الظاهرة ايه هو وزيدان وبالاضافة لأيسكو بالمساند الهجومية فيلا خلينا ناخد مدرب وننطلق على المباراة بسم الله ان شاء الله ما تكون قوية بزيادة حابب اننا استمتع شوية عنده كريسيانو هو كمان دفاعه راموس وفاران ليش انا ما طلعوا لي ولله كنت رح انبصت كتير لو جاني اي حدا منهم لكن اوكي ما في مشاكل عندي خط هجوم نار كريسيانو ورونالدو وزيدان شي رهيب بصراحة هو ثلاثة دفاع كمان زيزو زيزو يا عمري زيزو ظاهرة ظاهرة يلا 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 انا شوية تكذب من عندك بس شوية بس شوية يا الله حرام والله اني مقوية والله والله اني مقوية ما بعرف ليش هيك طلعت حتى المؤشر تحت فيكن تشوفوه ظاهرة ظاهرة شوي تكذب بس متل ما علينا شوي بس شوي تكذب شوي تكذب بس شوي تكذب بس هي يا جماعة والله ما بعرف شو احكي هذا رهيب بزيادة تلعب مشان تستمتع بهيك لعب بصراحة فعلا بتحس اللعبة ممتعة ساعتا ايوه شوية سلام عليك طيب طيب انا ما عندي مشكلة منخلي كل المباراة هيك ماشي ما نسجل الى اهداف مهارية بس هو يطبق هذا الشي اوكي اوكي تمام تمام زيك تعال ما عد بدلي اللعب صاح اوه اوه حرام عليك ايسكو يلا ايسكو اطيل الظاهرة بس اطيل الظاهرة فرصة امام المرمى يا الله يا الله يعني فعلا بتحس اللعبة ممتعة شو بدي احكي فعلا بتحس اللعبة فيها متعة المعلق لسه هلا استعب انه سجل هدف كريستيانو 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 تقيل جو الملعب كنا بتأسر إذا كشينارو كاتوسو ما تسعب تعليلان زودتها ثلاث مرات زودتها الله يطلت بالكرة نحو المرمى يو هو عمله بطريقة غريبة بصراحة لكنه حلوه مرمى اسكو كيف رح يتصرف فيها كسر ومشي يا الله والله كسر ومشي يا جماعة ما أنت تفاهم هذا اللاعب ما أنت تفاهم لغت الماضية وكانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل لقطات في هذه المباراة لوكا مودريج فرصة لان تستيت على الضائر لاعب لا يتوقف ولا يرحب ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل اليوم يمتجر وانستجل الهاترك كذب 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 هذا لاعب كذب عبارة عن كذب يعني أنا جربت أوزيبيو بس والله ما كان مثل هي كذب شوف ما بيتكسر كمان يعني انتو عرفتو كيف ليهو ما بتنقطع منه شوف شوف بكسر بترجع له عرفتو شو معنات كذب؟ لأنه كذب فعلاً يعني غطع تواجد زيدان يا جماعة مالش بس زيدان من أحسن لعيب اللي جربتن وهاد هيك فات خلاص عندي الموضوع قللي هيك قللي عندي الموضوع خلاص نعم بيسكو والله ما لمؤثر بصراحة وقاته سيئ هل له في الثلث الهجومي بدك تخترك من على الطرف بدك تعمل يبدك تعمل مرحل يمشي الحال لانه والله الدفاع عندي حديد سيرجو بووزكيت ماذا يفعل الآن؟ أنا فلسوف استعادة الكرة بعد ضجق ممتاز حسناً، ثاني مرة هاي بتصير عند الكرة في مكان خطأ هي فاول 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 زيزو زيزو يا زيزو الحكم يعلن عنوتوت خطأ من مسافة قريبة جداً ضربة حرام 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 يا الله حلوة جداً كانت والله الله صرح، بلاش أعطي فرصة بقيت العيبة بكفي أعتمد على لعب واحد حسناً، شكراً يا الله الحمد لله أصلي 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 لعبانا إلتوم شاني الأب يسجل بمهارة لكن ما رضي نجاح صاحق لإدراف ريال مدريد وشوف الكيك أوف، سبحان الله بتلاقيه صار جوه مرماي لا، لا، لا أصلي زيزو يا زيزو زيزو اعمال بساحة هذه اللحظات زيزو أهههههههههة كان فينشوط بالزيدان قبل أن ينفرد بالمرمى و يضع الكرة في الشباك قدون يا الله على الأوو يا جماعة سهوه نقدر هاتريكين بمباره هاتريك من كريستيانو و هاتريك من ظاهرة يا الله يلا 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 ظاهرة هاتريكين 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 يا جماعة يا إلهي أنا روقت الحارس استنيت بدك تعمل شيء تحرك مدافعك على الجول تعمل لك شيء ما في ما في ما في يا إلهي أحلى مباراة هالسنة بصراحة بلعبة أحلى مباراة بالدفاعه بالهجوم ما عرف الخصم يعمل شيء يا إلهي حرام ليش أنا لما بيحكي عن اللي ضدي بتلاقيه إلا شيء بداع ما معرف شو بيصر لون شوت شوت هيا عمبعد لك الحيط كمان شوت يلا نايس لا دا هيدا مرة تانية خلص جي جي يوحش ما صفر يهو دقيقة ثلاثة صارت أوكي والله ما بعرف دقيقة ثلاثة وشي ما كان يصفر والكرة لسه قبل نصف الملعب رونالدو هاتريك ورونالدو تاني هاتريك يعني والله ما بعرف وكل جول أحلم التاني ما في ولا جول عادي يمكن إلا واحد بس عشرة عشرة ثلاثة ثلاثة دا رهيب وكان فيني لو لأنه عندي هاتول الاثنين والله بزيدان ما كان كان زيدان مسجل هاتريك لو لأنه هاتول الاثنين عندي بالهجوم الهدف تبع رونالدو الأخير والله رهيب لا لا مو هذا التاني مو التالت هاد هاد الرهيب يا جماعة لدرجة شوف شوف السحبة ووحدة ثانية وبوم الله الله متع فعلا درافت ريال مدريد كان ممتع لدرجة غير طبيعية فعلا مهم هيك من نقدر قولنو وصلنا لنهايات هذا المقطع فلا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لي ميل فريق اللي حابين نعمل درافت عنه بالحلقة الجاية وهم شي يعني بدنا نوصل إلى 25000 لايك يا جماعة والله هذا المقطع جدا رهيب كان فاشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا وتابعوني على الاستجرام الرابط بالدسكريبشن في قصة ذلك عندي اليوم بأمان الله